من المشركوش النهاردة بإذن الله مع العلاج والتلج والمساج اللي معنا إن شاء الله الدنيا هتكون كويسة وهنتطمن عليه بالليل بإذن الله ناخد فيه قرار نهاية إن شاء الله بإذن الله بإذن الإصابات أحمد إسماعيل غاب النهاردة أبو الناصر كمان يطمن عليهم وكمان على عبدالله ناصر بالنسبة لعبدالله ناصر كان في المطش الأولاني جات له إصابة في رجبته رجبته لفت وي عليها إحنا النهاردة الحمد لله عملنا لورانين مع ناطيسي الصبح وطمننا على الأربطة كلها والغضاريف الحمد لله كان مجرد الارتشاح بسيط وكادمة في النخاع بتاع العض كانت كادمة بسيطة قدرنا إن إحنا بالعلاج إن شاء الله والدنيا الحمد لله الألم نزل جامد والدنيا مشى في اتجاه كويس وهو قدر النهاردة بالتنصيق مع كابتن أوجستي فهمنا الحالة وقدر يشارك مشاركة تبقى فعالة وفي نفس الوقت ما تبقاش لود قوي على اللاعب بحيث أنه يقدر ياخد الفترة بتاعته في الاستشفاء بالنسبة لأحمد إسماعيل أحمد إسماعيل كان عنده مزء في العضلة الدم في الألياف العضلية حاجة بسيطة أقل من 3 ميلي وبرضو بدأ عملنا معاه علاج طبيعي وعمل جلسات موجاته صدومية وماشي في هيلينج بروسيس دنيا كويسة إن شاء الله متوقع أنه يشارك فقارة فرصة بإذن الله قرار فني محمد أبو النصر الحمد لله للإصابة العضلية اللي عنده شد ما هوش مز شد بسيط في العضلة ولكن كان الأفضل لي أنه يرايح النهاردة علشان يبقى جاهز الحاجات يعني عبدت محمد أبو النصر هو أقرب اللاعبين من فيبتور كامحالك وإن شاء الله المبرجة يكون موجود أحمد إسماعيل قرايب بإذن الله إن شاء الله بإذن الله شكرا دكتور محمد شرفتنا وتملكم توفيدا شكرا كابتن هيسم داك اللي كان معطبي الفريق دكتور محمد جاد إن شاء الله